مظاهرة غريبة من مظاهر الطبيعة فمن المعروف أنه في جزيرة جاوة تحديداً توجد العديد من البراكين النشطة وواحد من هذه البراكين له فوها غير تقليدية على الإطلاق بركان كاوائجين هو واحد من سلسلة كبيرة من البراكين في منطقة جاوة الشرقية في اندونيوسيا فوهة البركان والتي يصل عمقها إلى 200 متر هي أكبر بحيرة لحمض الكبريت الأزرق في العالم وعلى الرغم من شكلها الجميل ولون مياهها الفيروزي إلى أن هذه البحيرة هي مستودع من حمض الكبريتيك الذي يملأ المكان برائحته القوية جداً والمنفرة القرب من البركان هناك منجم كبريت حيث يعمل عمال ليلاً نهاراً لجمع الكبريت في سلالهم والعجيب في الموضوع هو أنهم لا يحتاجون إلى الإنارة في الليل بسبب اشتعال الحمم الزرقاء داماً ما يحرص محبو المغامرة وعشاق الأماكن المرتفعة إلى الذهاب لسويسرا لتجربة المشي على أطول جسر معلق للمشاف العالم يقع في قلب جبال الألب على ارتفاع قدره 85 متر عن سطح الأرض نتحدث عن جسر تشارلز كونين والمعروف بطريق أوروبا طول هذا الجسر يبلغ حوالي نصف كيلومتر ويقع الجسر في وسط جبال الألب ويربط بين مدينتي غريتشن وزيرمات أسويسريتين وهو الطريق اللي بيرتاده الكثير من هوات المشي عشان يستمتعوا بالمناظر الخلابة لجبال الألب واستغرق بناء الجسر شهرين ونصف يعني تم افتتاحه رسميا عام 2017 تم إنشاؤه ليكون بديل لجسر مشاق قبله تم هدمه بسبب انهيار صخري حدث منذ أعوام ولكن هذا الجسر يستخدم ثمانية أطنان من الكابلات الحاملة له وأيضاً له نظام يمنع من الانقلاب أو التأرجح واعتمد بناءه على النظام مبتكر يحول دون تمايل واحتزاز الجسر تتعدد أنواع الأنهار وأشكالها ولكن هناك نهر لعله يعد الأغرب على الإطلاق يسمى بـ The Boiling River أو النهر المغلي يقع في أعماق غابات الأمازون في دولة بيرو في أمريكا الجنوبية تبلغ درجة حرارة هذا النهر أكثر من ثمانين درجة مئوية وتصل درجة الحرارة في بعض من أجزاءه أحياناً إلى أكثر من مئة درجة مئوية عمقه يصل إلى نحو ستة أمتار ويمتد بطول ستة كيلومترات واربعمية متر وتعتبر درجة حرارة مياهه كافية بأنها تحدث حروق من الدرجة الثالثة لأي شخص وهو مكان مميت الحيوانات التي تسقط فيه عن طريق الخطأ اكتشف هذا النهر لأول مرة وبشكل رسمي في ثلاثينيات القرن الماضي إلا أنه كان معروف لدى المجتمعات الأمازونية الأصيلة ولعدة قرون ولطالما أرتبط ذكره بأساطير وقصص عديدة وثق عمال أحدى حدائق الحيوان في أستراليا مشهد مذهل لأنثى شمبانزي مع طفلتها حيث تقوم الشمبانزي الأم بمحاكاة ما يقوم به البشر مثل الأم العادية عندما تلاعب طفلتها خلونا نتابع هذا المشهد الذي يبين عظمة الأم كيفما كانت من الأخبار الغريب اللي حدثت هذا الأسبوع خبر يتعلق بشخص استطاع أن يسجل رقم قياسي في مسابقة لتحدي الرمش واللي تم بثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون صاحب الرقم القياسي هو مثل كوميدي ومذيع تلفزيوني من الفلبين يدعى باولو باليستيروس استطاع أن يبقي عيناه مفتوحتين بدون أن يرمش لمدة ساعة وسبعتاشر دقيقة وثلاث ثواني بالرغم من عدم وجود أي دليل في موسوعة قنس حول ما إذا كان هذا الرقم المسجل هو الأعلى في العالم إلا أنه موقع recordsetter.com الشهير أشار لأنه أطول فترة عدم رمش قام بها مواطن أمريكي نجح سابقا في عدم الرمش لمدة ساعة كاملة وخمسة ثواني مما يجعل هذا الشخص من الفلبين صاحب اللقب حتى الآن